المشاهدين الأفاضل بفوز برشلونة بربعية كاملة في معقل ناديريا المدريد ملعب السانتياغو بيرنابيو محمد قاسي سعيد بيكي قبل المباراة توقع نتيجة المباراة وقال بأن برشلونة سيفوز بربعية يبدو أن بيكي صدقة تنبؤة كهان لكن كلعب سابق ومتعود على هذا النوع من التصريحات والاستفزازات فقط الجميع يتذكر رفعه ليده مرتين في المانيطة خمسة مقابل واحد وخمسة مقابل سيفوز نظن هو بيكي بون يهدر أكداكبرك ما راحش يخمم بلي في حقيقة بارسا تربح بربع مقابل سيفوز ولكن هو مناصر تعل بارسا أنا حبيت بك نولي الإحصائيات اللي قبل مدننا بيبلي سيتياري كتاع الشوط الأول ميدو وإن درت أطنا إحصائيات شوط الأول يعني ماذا قام به أونشيلوطي ما بين الشوطين ما غير حتى شي شفنا نفس الشي في الشوط الثاني تسلسلات زادت أكتر تسلل وخار وعبا بعد الآخر نعم نعم كان أيضا صورة أخرى حمزة من فضلك صور ترفيني التي نشرها على انستغرام وتعليق نايمار نايمار اللعب السابق لبرشلونة الذي علق مثل ما تتابعون في الأسفل فيسكا بارسا لأن نايمار يحل لأيام بارشلونة صراحة نفهم أصلاتي هل تعتقد أن نخرجوا شوية فقط من هذه المباراة نروحوا مادا نحكيوا عن نايمار هل تعتقد أن نايمار رتكب خطأ كبير بمغادرته بارشلونة نحو بارسان جلما ماليا لما يخطأ بطاة لكن كوراويا لما يخطأ نايمار رتكب في الحادق مرر وشوفنا يشوفوا هو رويل عبوا البصاش تعمل في بياجي مكانش مليح سي نرمال نقلو بلا أخطأ كي تالبرصة بسك كي كانوا وفاء أيامو كان كاي نميسي ورونالدو سيتي لوي اللي كان مراهما سيتي هو مبالا كانوا غالبينو برافور لباسكو مركوا ديبوت وكذا ويستاتيستيك مكين نهضروا كوتي تكنيك و كان أمتع كان أمتع على بيها كي شوفوا انفكتوار هكذا تالبرصة يعاودي تفكر اللي أمات اللي كان فيه في بارسلون سي نرمال وصورمون سي كان نموهود بارسا تووز أعز أيامو في بارسلون كما نقول في السنوات الماضية تقنيا من أحسن لاعبين لاعب مهاري جدا لم يكن أحسنهم تقنيا أحسن تقنيا لعب مهاري بلك في أبريرونالدينون مايمار سيتيوين في 2015 أنا نقول بللي يكون ريح في فريق بارسلون أو ريح بنفس المستوى اللي كان فيه كان قادر يتحصل على الكرة الدهبية صح صح نعم كاللعب مهاري جدا مهاري جدا لم يكن لعبش على المقابلة هو البرازيلي هادك رودريغو نعم أندريك نعم نعم صاحب الشخصية القوية ولدي سدد في وجه فينسيوس ومبابي أنا نتسأل هذا هو السؤال أنا نحب نتسأل لماذا هذا اللعب هدايا يعني لي عنده إمكانيات كبيرة وشفناه في عدة مقابلات لما يدخل مع ريال مادريد يجيب يعني يغير تماما مجرايات المقابلة ولكن هذا اللعب اليوم موجود في الإحتيات أنت تشوف المهاجمين تاعك يعني مقدموا حتى شي لماذا لم يغامر بهذا الطفل هدايا كما نشوفوا ريال بارسلون تغامر بالشبان يلا نعم تصريح ناري من يامين يامال عمر بودي قال عندما كنا ننتصر في الليجة بدون توقف أنتم الصحفيين تحدث مع ماركا أو مع صحفها المادريدية قال أنتم الصحفيون كنتم تقولون بأنها كانت فقط ضد في رقم متوسطة قالهم اليوم ما رأيكم بعد أن صحقنا بارسلون ريال مادريد بيروبائية وباير مينيخ في ضرف تلت أيام لا تصريح ومنطقي لأن كنت نقرأ الصحفة الإسبانية دائما كانت ننتظر بين قوسين اللقاء المرجع التي تكلمت عليهم قبل نظن أن لكن صراحة هذه كانوا يقلوا منهم يقولوا بارسلون خاصة ممكن تاست اللي كان ماموناكو خرف لليج شمبيون لكن رغم ذلك نظن فريق مع فليك تحسب اللي كان ينتغير مقارنة بالسنة الماضية ممكن لو كانت السنة الماضية يكون حديث آخر ولكن مع فليك تحسب اللي بارسلون أنا اليوم نوافق اللعب يامال أنا نقول باللي معد الفوز تعريل مادريد ضد إسبانيو باربعة واحد ما فاش بنتيجة أكبر أنا نحكي في البطولة اليوم ينواح السلطافيكو ما كانت صحة اليوم بس كو مندك تتكلم بو الناس ولا يتكلموا مام صحفيين ولا لا أنت تلعب زيما ضد ألافاس تربحت نين صفر أنا نربح أربعة صفر يقول لك لا هذا عنده مستوى جد بصح أن أنا نربحت أربعة صفر أنت مربحت ضد الفيرق هدوما يامام الصحفيين باسكو بون الصحافة الماركة باسكو تابع الريال ياردي سي تنقص من تقليل من الفريق بارشلونة اليوم حقيقة أن فريق بارشلونة منذ بداية الموسم هو في تصاعد مع هذا الانهزام دياله وضب وصصونة وموناكوب عشر لعبين لمدة خمسة وثمانين دقيقة تقريب تفيق باللي عنده قوة دهنية كبيرة عنده مدرب كما نقول في هذه الأوقات هدية تفيق باللي فريق كبير وعاود ولا إلى الواجهة نعم فضل سمح لي سي فريق بارشلون نظام ملاحة لسيزون في بداية هذا الموسم في بداية هذا الموسم إن شاء الله ببرك ما يدخلهم ش الغرور بوكو بلوس لجوارة بالفوز هذا تعربع صفر ريال مادريد فسكو ريال مادريد بشير ما روش في أحسن أحواله معنا هذا العام ما روش نشوفه أحسن ما روش نشوفه ريال مادريد كبير هذي مش حبيت نقول لك نعم قاس السعيد أين دهب صاحب الكورة الذهبية يوم الاثنين المقبل أين دهب نعم فينيسيوس اليوم غائب تماما في المباعد شوف الله يا ميدو أنا نزيد نأكد لك المشكل تعرياض مادريد هو الأنانية الأنان بين مبابي وفينيسيوس وفينيسيوس لازم هذي المشكل يتحل في أقرب وقت نعم نعرفه إحنا قوة مبابي أين هي هي في الجهة اليسرى نعم ولكن فينيسيوس يقدر يلعب على على الجنح الأيمن أو لجهة يصبح حتى رأس حربا نعم ولكن سمم وقعد في الجهة اليسرى هذا هو اللي يخلق المشكل ما بين مبابي وفينيسيوس اليوم فينيسيوس ما أداش مقابلة قوية نعم ولو كان في الجهة اليسرى ولكن ما أداش مقابلة قوية لأن شفنا تقريبا هو مبابي راح إلى التسلول راح إلى التسلول وتقريباً في المساقل المشكلة لما أداشي المزيد لنهتها راحي للتسلول لا أداشيوس ما أداشيوس ما أداشيوس ما أداشي يد先生، أداشي تكنيسوا أنك لنهت بنا دينيساً لجهة يظهر مروراً لنهت ينهي. بأقل من دقيقة واحدة فقرر فليك إبعاده وإقحم هكتور فورد كأساسي من أصل 14 مباراة لعب 13 مباراة كأساسي في كل المنافسات كوندي الذي كان يرفض اللاعب كذلك فكرة الظاهر أيمن هل يوم يتجه ليكون أفضل ظاهر أيمن في العالم خاصة وأنه دفاعيا صل وبدأ هجوميا شيئا فشيئا يتحسن أكثر أنا أرى ميدو أنا باش نقول لك أحسن مدافع في الوقت الحالي يتجه ليكون لم أقول أحسن هو الوقت والليبين نقول لك باللي مدافع قيمة تابتة في فريق برسلونة مدافع صلب مدافع عنده كما نقول المستوى ديالو هو منذ بداية الموسم إلى غاية هذا اللقاء هذا كما نقوله إحنا هو لعب ديجا نهار بن تدبو بفريق برسلونة اللعب هو محواري كانوا عنده مشاكل فريق برسلونة ذنها الجهة اليمنى وهو يقدم فيه بمقابلة جميلة مباراية ممتازة هو أن يقول لك يلعب عنده المستوى ديالو في تصاعد كل مقابلة أكت باللي مدافع قوي باش كما نقوله تروغو أنا نقول باللي جيد صعب لهذا هو من الأحسن كما نقوله في الريوق الأيوان من أحسن المدافعين نعم كان شيء آخر ولد الحديث عنه عمر بودي اليوم كانت تحدث القاسي سعيدة على فينيسيوس من حياة الأنانية تحدثنا على مبابي تحدثنا على كاموفينغا لكن لم نذكر كثيرا فالفردي ربما من المباراية القليلة الكبيرة المواعيد الكبرى التي خيب فيها فريديريكو فالفردي بالضبط إلى الدرجة كي كنا نشوفوا اللقاء كنا نسألوا هل رأو يلعب أو لا خرج يعني صراحة كان فالفردي ربما إشاركو الجالي يومنا كان أفضل بالنسبة له ولي ريال مادريد من إشاركو كتناء رفقة تشواميني في الاسترجاع هو لأثر هو لأثر لأن فالفردي بسرعة كان ممكن يكون دائما أفضل حتى من القوة فالفردي في القضافات شاهدنا إذا ما خلتش ذاكرة قطفة واحدة كانت من بعيد نظن اليوم الأسلحة المعتادة يستعملها أنشيلوتي ما قوش بأسأة توظيفها ولكن ما كانتش حاضرة اليوم وذي تقدر تسرى ولكن ما كانتش موفقة ولكن تتكلمت على فالفردي أن اليوم اللي كنت ننتظر يدير انتفاضها هو كيليان بابي يعني صراحة كنت نشوف الآن إحصائيته صفر سوطر صفر ديويل قاني يعني أرقام لما تتكلموا على كيليان بابي بغض نظر على الوضعية تسلل تكلم مع محمد على ثمانية تسللات في شرط الأول ستة من مبابي مبابي للقوة التاعو دائما نعرفه بلي يكون في السرعة كان ممكن فالفردي يكون الجهة تاعو أنا نظن ريال مادريد ما نختصرهاش فقط في ليجو لكن من غير المعقول أنك تعرف بلي مبابي القوة التاعو في الجهة اليسرى وأنت تستعمله في الجهة اليمنى ولا تستعمله كمنصب رأس حربة هكذا يعني بين القوصين راح تضيع لقاءات مهمة ومصرية هو المدرب هو المدرب ما قدرش يفصل ما بين مبابي وبين يسيس بالضبط والنتيجة شاهدناها اليوم صح لا